يثير البعض شبهة تتعلق بفرضية الحجاب وفي الواقع عندنا في القرآن الكريم آية تتعلق بالخمر جمع خمار والخمار غطاء الرأس وآية تتعلق بالجلابيب التي تغطي الجسد كله الأولى في سورة النور والثانية في سورة الأحزاب فالكلام عن فرضية الحجاب الأصح منه أن نتكلم عن فرضية ستر جسد المرأة ما عدا الوجه والكفين كما عند جماهير سادة الفقهاء نعم الحجاب خصوصية للمرأة لأن المرأة أعطيت جمالاً مستودعاً في شعرها وفي مكان القلائد التي تضعها فإن هذا الجمال لا يتاح لكل أحد إنما يتاح للخواص وليس للعوام والخواص ذكرهم الله تعالى بأصنافهم 12 بنداً في آية سورة النور آية 31 في سورة النور فلنقرأها ونقل إن هؤلاء هم الذين لهم أن يطلعوا على جمال المرأة وهؤلاء من الآباء إلى الأبناء إلى الإخوة وإلى من سواهم هم الذين أجيز لهم ذلك تكريماً لتلك المرأة فإن القوة الضاربة عند المرأة جمالها وفتنتها وإنها إذا تركت هذه القوة لكل أحد إنما جعلت مشاعاً وإن بعض الملكات في أنحاء العالم لا يطلع على خصوصيتهن إلا من ذكر في البروتوكولات بأعداد معينة وبأرقام معينة بخصوصيات معينة فبالعقل نقول إن هذا التكريم إنما هو متأتن من أن خصوصية المرأة الإيجابية ليست كالرجل فليس على الرجل حجاب إنما الحجاب والخمار والجلباب إنما جعل لأجل إعلاء تلك المكانة وحفظ هذه القوة وهذه الفتنة التي إن وضعت في موضعها ولدت طاقة من جيل مميز والحمد لله رب العالمين